السلام عليكم خوتي رانا رجعنا وارجعنا بنا هادرو على امر مهم هو الخطأ رايس وهاب بن بولحي اضافة الى هدف الاسطوري لرياض المحرس وهدف اندري ديلور نبدأ بالخطأ رايس وهاب بن بولحي ما ننساوش خوتي هادو هادو ليرم يكتبوه نشينا بعض اللي يقول لك موشي مليعون دخل اوكيجا كون 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 رايس وهاب بن بولحي ادى مباراة في القمة كان من بين العناصر اللي خرج التوصوفات هذا المات رايس وهاب بن بولحي لو لا كنا نخسره فاصل كما كنا قادرين نربحه كنا نخسره لانه قبل هادف تتاعه تصدى الاثنين ولا ثلاثة هجامات خطيرة اهداف محققة لهذا خوتي هادو ليرم يكتبوه على رايس وهاب بن بولحي ما تنساوش انه في ثم سنين ولا تسع سنين هو حامي عارينا المنتخب الوطني وما تنساوش بلي انه بدون اخطاء لا يوجد اهداف يعني مكاش خطأ مكاش هدف وما تنساوش بلي الضغط كما قلت لك يولد انفجار اي ضغط الخاصة وصل المبولحي ليخلط هذا الغلط اضافة الى هذا ربما ساء ربما غلط هذا سيرتو حراس المرمى شفنا حراس مرمى كبار عندك سياس ديخية عندك بوفون عندك حراس كبار وغلطوك وتسبوه في كوارث والشخص من الناس الذين يتحضر على رئيس وهاب هذا ليس كبير مثل مصيري كبير تصفياتك عسل العالم وعليه هذا البيض ويقضعنا من تصفياتك عسل العالم كنا نزعف ونقولوا كيف وحارس قوي ويجب ان تركز ويجب ان تكون في اهم تركيزاتك ويجب ان تركيزاتك وغير ذلك من الامور لكن ينسى ما اخوة لا نهضروا على شادر بلا ؟ من من المحل شادر بلح يشفى لهذا الخطأ شادر بلح لانه قام بتصديات ولا خطأ وليس بالخالر المرش يفات في الدقائق الاولى و هذا المرش طيلة المقابلة والضغط عليه طيلة المقابلة والضغط عليه رأينا تجديدها لقبل الهدف لو لم تلمسها كانت هدف قبلها مرة مرة الهدف تجد هذه اللاعب الزنبابوي بدماغ وطار عليها باردوها وقلحها إضافة إلى التدخلات أثناء المقابلة يعني مبورحي أدى مقابلة في القيمة يعني هذه غير زائد كلام زائد يقولوا مبورحي ويكون دخل ويجفر منه وكون 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 من ذلك يجعل أخطاء مثلا يخرج بزيف مازال مثلا لكن كي تكون مباراة مصيرية تسيبوا مبورحي وشفناها واجربناها واجربها المنتخب الوطني ولهذا كون الجامل بالماضي ما عندوش تيقى أو شافها غلط في الماتش اللي فات ما يجازف فيه في الماتش الثاني إضافة إلى هذا خاطئ الحمد لله مخسرناش عدنا 11 نقطة عدنا بزيف امور تشفع عن مبورحي هذا الخاطئ ربما اسهار ربما غلطة ربما مش عارفين سوء تقدير خاتشتنا ضربتها في الركبة سوء تقدير سوء تصرف سوء تغدير سوء تصرف وكما قال لك الضغط الخصب سبب هذا الارتباك نعم هو حارس كبير لكن حارس كبير نحقه في نماش هذا الكبار 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 أو التصفيات مصيرية فما يجعلنا نزعفه وكما يجعلنا نزعفه بدون هزيمة أو تأهن وكذا وكذا نقوله سارت لكن لا نحملوه مسئولية كل المقابلة لا نحملوه المسئولية كاملة لنبولحي ننتظر صفحة لنبولحي خاطئ ونذهب الرياض محرس شدوا فائدة على الرياض محرس خاطئ الرياض محرس وجوده مصاب أمرض أمرض نفسي مشعر وعيد اشتار وجوده في الملعب ضروري أولا بالنسبة الزملاء من اللاعبين قادش علان كقائد فارق ومحبته لللاعبين ومحبة اللاعبين لا توجبهم يحترموه يسمعوا الناس احتعوه يوجههم كمدرب ثاني داخل الميدان وغيرها من الأمور إضافة إلى هذا رياض محرس في لقطة من اللقطات يعطيك الفارق شفناه طيلة المقابلة وحافي الدرجة ما متكلم يقال لك ما زال عنده إصابة في الظهر وما زال يتألم الظهر لكن لما جاءتوا الفرصة ينسى هذه الإصابة ويمتعنا ويمتع العالم هذا البيت لمركاها ربما أحسن من الأحسن الأهداف لمركاها هو الهدف تعنيجيريا الأهداف لمركاها في مسيرة الكوراوية مع المنتخب الوطني الجزائري وكنت ترى إحصائية رياض محرس يتصيب هو المقلة هو المقلة في الكيمناسيونال سواء من التمريرات الحاسمة سواء من الأهداف مركي بلغ خرم بو نجاح مركي خرم في الأولى الأخيرة خرم الإسلام السليماني مركي خرم الخرم المساعد وخير مركي المساعد مركي منهم يعني ترى إحصائية رياض محرز مع الفريق الوطني في الأولى الأخيرة هو بابا هو من حيث الأدم ومن حيث التمرير لهذا رياض محرز لديكم وجود مهم بالنسبة لفريق الوطني وزملائه وجوده مهم كذلك بالنسبة للخصم يجب أن يضعوا رياض محرز و يجب أن يضعوا رياض محرز لأنهم يعرفون أن أمام المنطرينة في زنبابوي قال أنه لم يكن لدي عاصة سحرية و يوقف بها محرز و كان لديهم سحر و يجب أن يكون لديهم مزحور و يجب أن يكون لديهم تمرير ساحة مليمترية من عدف الرحمة و يخصوا قليلا على الفريق الوطني خاصة في المباريات الإفريقية لأنه لاعب كبير و عظيم لكن يجب أن تأقلم مع الظروف الإفريقية و الملاعب الإفريقية و الأجواء و الطاقس و كما يقولون سعدان ببارة عوجة و ليس ببارة عوجة كل هذه الظروف يجب أن يتأقلم معها بالرحمة تمريرها مليمترية كنترول يسمى كلاعب أو أي لاعب لا يتوقف ذلك كنترول كيف يدعها؟ يضعها في غرضه قال لهذا كتشيو تشيو أرقود التانيرو و تيرا مركب لو لاحسنا حظ المنتخب الوطني و حسن حظ رئيس وهاب بولهي كنا نخرج بنتجة إيجابية خرجنا بنتجة إيجابية لكن ما أكبر كنا نخرج بفوز كنا نحق الانتصار الـ 21 و نقعد في سلسلة الانتصار لكن كما قالك نتجة إيجابية في كل ما نحن ما علينا سوى شكر هذا الطاقم و شكر المنتخب الوطني الجزائري على هذه المسيرة بشتايا من المرات القليلة عبر تاريخ المنتخب الوطني الجزائري لما يقعد إيقارة على الحسابات سواء مع فرق قاوية أو فرق صغيرة توجد فرق الوطني في التصفيات لكن هذه المرات أهلنا بإرياحية لدينا مقابلات جيدة لهم كمقابلة التحضيرية يعني فرق الوطني هو الفائز على جميع المستويات سأذهب إلى أندري ديلور أندري ديلور أخي كما رأيته بارك و رأيته الدرات هنا كما رأيته رازاطر لم يضحك كثيرا لم يضحك كثيرا لم يقبض أندري ديلور بارو يقعد يضعك هذه الدرات ويضحك هذه الدرات التي يضحك فيها لدينا زمبابو يضحك من أندري دراجي ويقال لك دبابة ويقال لك أنه لا تجلس قدامها وعندما يضحك مركبة يضحك في وجه تانمو كما تمريرها أحليمية كانت في المجدوى وكانت بقوة وقامتها بلافصة ودخل وجهه في البانو ومركبها حتى يقصي على روحه أو لا تفطن ترى قوة هذا اللاعب سواء بادنية سواء ذهنية ويقعد لا يرتب طيلة 75 دقيقة أو 70 دقيقة وربما تغيرت المقابلة يخرج أندري ديلور لأنه كان ضغط كبير على الدفاع وعلى وسط الميدان ويخرج أندري ديلور أكثر من المنتخب الزنبابوي فرحته فرحت بالهدف المحرز فرحت بالهدف المحرز لأنه لا تفرح بالهدف المحرز في الظروف المحرز وفي إصابة ومتحاملة على روحه ويلعب كيف يقبض كلاوي كما خطرات خطرات ويقبض ظهر إضافة لا تفرح ومترى اللاعب لأن يتهمه في الوطنية وتريد أن يحاوزه ويقبض ويقبض ماذا يقبض للفريق الوطني وماذا فائدة لقد قدمها الفريق الوطني الجزائري لا يجب أن تخدم ما يقبض النبي وفي الإطار يستطيع أن يحاوز محرز لتشطب الى الكارتناصيون لا تقول لأن يتشطب الى الكارتناصيون لا تتبيان لا تظهر من كرة القدم حتى تكمل كرة القدم هذا هذا يبدل فيه واحد الجهد ومحرحر يحوس يمركي يحوس يبان مع الفريق الوطني يضرف في العنام هاكا يعني يا أخوتي يزيد لعجبتني فاني كي مركها راح يزيد الله سبحانه وتعالى واشكر ربي سبحانه يعني أمور تشوفها في الفريق الوطني تفرح وتفرح تفرح إن شاء الله هذا الفريق يزيد يتطور ما نقولوش راح فريق متكامل خصوا تطوروا هذه طبعا ما تفوتش على الجمال بالماضي لكن الحمد لله كانت نتيجة إيجابية اتأهلنا بأقل الأضرار مكاش إصابات إن شاء الله بربي يرجعوا بالسلامة للجزائر أو الأوروبا لإكمال مشوارهم المشوار الدوري أو المشوار الأوروبي إلى غير ذلك من الأمور والحمد لله نحن فرحونا بهذه النتائج الإيجابية لأن ما كناش نتوقع وعدنا فريق وطني ما يخسرش 22 مبارا يا أخوتي لهذا قولو الله يبعد عليهم العين وأكيد جمال بالماضي سيقعد مع نفسه مع الطاقم الفني أو الطاقم المكون التدريبي ويتناقشوا الأمور التي نقصها والأمور التي لا نقصها والسلام عليكم أخوتي